نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل حول تنامي الدور العالمي لشركات الناشئة وريادة الأعمال وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات البرزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة وألمانيا والصين ولبنان والهند وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور وبدأ اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال كما طرح الحضور عدد من الأسئلة التفاعلية عن مفهوم الشركات الناشئة من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء النقلي أو التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمار كما نقشت الورشة قضية تأثير جائحة كورونا على العمل وبخاصة في مجال ريادة الأعمال